اصحى يا غاوي بالصالح النبي النهاردة جايب لكم ادوية بيطرية وهكلمكم عن ادوية بشري علشان هم انتش قادر تجيب دوا بطري تمام ولو مش معك فلوس تجيب دوا بطري ولا معك فلوس للدوا البشري هقولك على حاجات من البيت من المنزل عندك او في بيتك ومتوفرة في كل بيت وحاجات بسيطة جدا هتعملها وان شاء الله الطيور بتاعتك هتتشافه وهترجع احسن من الاول وتابعوا معاها الشرح وياريت تتابع الفيديو للاخر علشان مايفوتكش حاجة وتعمل حاجة غلط فتأدي الى سلبيات او وفيات في الطيور بتاعت اول حاجة معنا الدواء الدوكسي الدواء الدوكسي ده مضاد حيوي تمام والدواء التيلوزين ده برضو مضاد حيوي تمام عندك غير التيلوزين الحاجات اللي هي بقى البشرية الفيلموكس طبعا الحاجات ده كلها هعرض لكو صورها الوقت على الشاشة واعرفك كل حاجة يبقى معانا التيلوزين تمام ومعانا الدوكسي اهم زي ما انتو شايفينهم كده الوقت دول بتدي منهم بتدي لو حقن في السدر هتدي نص سنطي للديك او للفرخة اللي وزنها اتنين تلاتة كيلو تمام لو وزنها اقل من اتنين تلاتة كيلو هتدي اقل من النص سنطي فاهميني يعني تلات شراط شرططين اربع شراط والكلام ده ده التيلوزين هو جميل جدا شركات كتيرة ده تنفسي حلو جدا تمام والديكسي برضو معروف الدكسي معلقة شاي كبيرة عفوا معلقة شاي مليانة يعني من بتاعة الشاي يعني معلقة صغيرة معلقة الشاي الصغيرة بتملاها وتحطها على الريتل تمام نوميسين نوميسين تركيز 25% ده حلو للاسهالات تمام ده حلو للكاتاكيت في الاول في اول الفأس مثلا في اليوم الرابع والخامس الدكسي برضو كويس للكاتاكيت للسلمونيلا للقلاي للحاجات ده كلها كويس جدا بيرفع المناعة حلو للاسهالات موسع للشعب الهوائي يعني كويس برضو بتركيبته حلوة جدا وهو بتركيز 25% والدكسي برضو جميل جدا بيعمل على الحاجات ديت وعلى الجهاز التنفسي زي التايلوزين بالزبط طيب الحاجات البشري الحاجات البشري زي ما قدامكم الوقت كده عندك الاموكس عندك الفلموكس عندك الحاجات دي كلها طيب عاوز البديل من البيت التوم البصل هو بديل الحاجات دي توم وبصل هو بديل الحاجات دي تمام طيب لو انا هد مضاد حيوي تايلوزين في السدر او مضاد حيوي في المي البشر لما بيجوا ياخدوا مضاد حيوي بياخد كابسولة قبل الاكل او اثناء الاكل وبعد كده ياخد حبيته المضاد الحيوي وهو بياخد المضاد الحيوي والدكتور بيقول له لازم تكون واكل كويس علشان المعدة ما يحصلش فيها اي شيء صح يبقى واني بعطي اي مضاد حيوي اي نوع من المضاد الحيوي اسحى يغاوي لازم اكون محافظ على الحصلة بتاعت الدجاج ازاي احافظ على الحصلة بتاعت الدجاج ادي لهم فيتامين سي ادي لهم اي مكوة مناعة ادي لهم منشط كبد ده لما ادي من ضد حيوي ادي منشط كبد زي العسل الاسود كلكو عندوك عسل اسود في بيوكو عسل اسود كويس ده منشط كبد ادي كركم ادي طوم وبصل هيرفع معان مناعة برضو الحاجات دي فيتامين سي عشان الاجهاد الحراري احنا في فصل الصيف فيتامينات زينك ومغنوسيوم وحديد اي تركيبة من دي البديل عن الفيتامين السي اللي قدامكو دي وعن المنشط كبد دي قلنا البديل بتاعه العسل تمام وعن اي فيتامينات من اللي قدامكو دي البديل بتاعه الدواء البشري دي ده كويس جد فيه زينك وحديد ومغنوسيوم وكل شيء فيه تركيبة عناصر جميلة جدا الادواء اللي هناك اللي على الجنب ديت بق ديت ان شاء الله هكلمكم فيها في حلقة تانية الادواء اللي قلعبوها الصفرة دي الازاز الصفرة والحمراء والزرق اللي جنب بعض هناك ورا وازازت الخليلي بعدين هبقى كلمكم عنهم في حلقة تانية ان شاء الله تمام؟ دول حلوين جدا للبط في حلقة تانية عشرح لكم بتعملهم ازاي بالزبط عندك فيتامين سهوة ده جميل عشان الاجهاد تمام؟ ومكوة مناعة وحاجة حلوة جدا وبينشط الطيور وبيخلي عندهم الحركة بتاعتهم كويسة برضو كزي العسل الاسود حلوة جدا جدا الحاجات دي كويسة طب ايه البديل؟ ايه البديل؟ انت ممكن من الصيدلية البشري وارخص جدا تجيب ايه عشان يتعوضوا يعوضهم عن اللي هم في ده محلول معالجة الجفاف يعني لو عندك الحر جدد جدا والحرارة عالية 42 و40 درجة الحرارة واسناء توصل لخمسين ايام توصل لخمسين درجة الحرارة يبقى اعطي محلول معالجة الجفاف من الصيدلية البشري حلو المنشط كبد اللي قدامك ده تدي سنتي او اتنين سنتي على الريتل ما عندكش مشكلة والعبوة اللي جنبهم مغاطى برطواني دي كذلك سنت او اتنين سنت او سنت ونص ما عندكش مشكلة فيتامين سي معلقتين على الريتل مي او معلقة شاي مليانة على الريتل مي زي الدوكسي برضك معلقة شاي مليانة على الريتل المي بس زي ما قلتلكم وبنبهكم قبل ما تدي مضاد حيوي لازم تكون قبلها بيوم عاطي فيتامينات فيتامينات علشان الدجاج يقدر يستحمل المضاد الحيوي تا انت يا غاوي لو اخدت كابسولة مضاد حيوي او خدت حقنة مضاد حيوي للبرد بتروح تنام صح؟ فلو اخد انت بقى قبلها فيتامينات واصلا مش لما بتروح للدكتور عندك دور بردة او نازلة معاوية بتاخد حقنتين مع بعض حقنة مئويات فيتامينات يعني وحقنة مضاد حيوي علشان تستحملها صح ولا ايه فلازم انت اخدوا بالكم من الحاجات دي غويين المملكة وفي حلقة تانية اكلمكم عن ادوية للبرد اكلمكم عن حاجات جميلة جدا لتعقيم المزرع او تعقيم السطح بتاعك لازم يغاوي تحافظ على الطيور بتاعتك خسارة تسيب حاجة تموت منك هتبقى خسارة جامدة وانت يا ست كل لو كنت مربية دجاج لأولادك او عامل مشروع صغير كده على قدك عشان تصرفي على أولادك او انت لو موظف وعمل مشروع صغير جنب وظيفتك او عامل مشروع تكل عايش منه فلازم الادوية ديها تلابد منها وانا قلتلكم عن البشري والبطري والحاجات اللي من المنزل اللي من المنزل كوركم توم وبصل جنزبيل الحاجات دي كلها وهشرح لكم تاني برضو في حلقة تانية ان شاء الله الحاجات الطبيعية دي علشان لها أوقات تتحط فيها موسيقى